وهذا لما اقولكم انا اول لما تزرعوا خليوها شوية تطلع بعدين قطعوا للقمة النامية والله اعلم شهرين او شهرين ونص من زرعتها شوف ما شاء الله عليها بعد ما تكبر الشجرة عتا كتب دي تسوي حوطة كمهاية نحظات شوية اجيبلكم زاوية عن الشمس مثل هذا شوف حوطة بعد تقريبا نقول خمسة ستة اشهر خلي الماي ما يوصل حل القذع الرئيسي ضرورية طبعا هذا ديانة عندنا بحد يقول مو هدك بصورتهم هذا ديانة فدائما نسوي حوطة وهذا المنقاوي شوف ما شاء الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد هذا المنقاوي شوف الحوطة ضرورية ما يوصل الماي لان انا عستوت عندي اصابات كنت نبه ما نسوي صراحة حوطة فوصلا عندي اصابات وهذه الاصابات صراحة في القذع تقي حشرة قشرية وماصة للعصارة كذلك شوفها يزار عنها فيها ظل حط الها ظل يمكن من ثلاث اربعة ايام طبعا ترقيدها واي فيها ظل الان اشوفها ماسكة ابدي ازيل الظل تدريقيا حب 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 لك عشان تتعود وهذا الاعمال خلاص بليتها حوطنا كل هنا خليهن ما يوصل بعدنا اكبرها هايك الحوطة كل هنا خليهن ما يوصل حالها هدنا بديعنا ان شاء الله قول اللهم صلي وسلم عليه سيدنا محمد شوفوا هاي الحوطة عن تخليها توصلها عن تقول ما قايل وتقول لي الكديس ترك ما قلتنا ان نسوي حوطة وصابت عندي امراض ها وانا اقولها لكن متى تسويها ما من البداية سويها كما تقول من تكبر شوية الشقرة وتكون حبوبة حتى هاليا مسكيناتها هذا شيخ تين شوف ما شاء الله على الثمار في شيخ تين شوفوا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد شيخ تين يعني قصد البراون التركي شوف رابي رابي الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد هذي با اقولكم قايتنا هوا هذي الاصابة الحشرية الماصة تقلب الساق ابيض هلا هن بديت علقهن هلا كانت اصابة فيهن قوية جدا جدا مو سويت انا طبعا سويت الحوطة قصصتن قطيتن مبيد فطري نحاسي مع مبيد حشري عناكبي مرة كما تقول سبحتن هذي وحدة وهذي وحدة والهلا كان رايحات تراهن توبدي الحمد لله رب العالمين طلعا اوراق فلذلك الحوطة ضرورية الساق الرئيسي في التين بعد ما يتخشب خل الماء والسماد ما يوصل له ضروري تمامي يا الله اذا متلاقين وبرك الله فيكم وفي مساعيكم وقعل الله مثواكم الجنان